هنسيب حضراتكم مع تقرير مع زمالنا فاروق صلاح مع بعض النزلاء اللي كانوا موجودين في الفندق قد ايه الاهلي في كل القلوب قد ايه الاهلي الناس كلها بتحبوا هتشوفوا تقرير جميل جدا عايز حضراتكم تفرجوا على هذا التقرير وبعده فاصل وبعد هذا الفاصل هنستقبل من الكبيرين الكابتن محمد حشيش والكابتن عادل عبد الرحمن في ضيافة البيت الكبير ولكن بعد هذا التقرير والفاصل ان شاء الله نستقبل كابتن محمد حشيش وكابتن عادل عبد الرحمن كل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان من هنا من الاسكندرية وطبعا كواليس استعدادات النادي الاهلي ومعسكر النادي الاهلي اللي كان ابتدى بالفوز على فريق الاتحاد السكندري بثلاثة اهداف مقابل لشئ غدا بإذن الله مباراة مهمة في مشوار النادي الاهلي أمام فريق المصر يكون في تمام الساعة التاسعة على استهاد الجيش ببورج العرب احنا هنا متواجدين داخل مقر إقامة فريق النادي الاهلي واحد من الاماكن دايما المحببة لفريق النادي الاهلي واللي دايما بتلقى استحسان جماهير أو بتلقى استحسان إدارة ولعب النادي الاهلي موجود معنا بعض جماهير النادي الاهلي وهناف معهم وقفات كتير جدا لان دايما جماهير النادي الاهلي بتضرب المثل فخلينا نتكلم بشكل مستفيد مع الأستاذ مستر أحمد الجندي مدير الفندو اللي بيقيم فيه فريق النادي الأهلي مسترح مرحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي ودايما النادي الأهلي بيبقى أولوية هنا في اختيار المكان بيتم توفير كافة الأمور لفريق النادي الأهلي ده صحية أولا تحياتي لكم كاكرو قناتنا النادي الأهلي أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بالنادي الأهلي تحياتي كابتن إسلام الشاطر مبروك على الفوز الأخير على التحدي السكندري ألف مبروك أداء جميل جدا 3-0. ألف مبروك طبعاً احنا بنهتم بكل الفرق وخاصة النادي الأهلي طبعاً خلال الإقامة بتاعته نوفر كل احتياجات من الوجبات طبعاً نفس الكلام بالنسبة للملاعب بالنسبة للدخول وخروج الفريق. السيستم كله اللي بيبقى حطه الكوتش فطبعاً احنا بنهتم بالحاجات دي خطوة بخطوة مع الفريق بحيث ان احنا نوفر لهم كافة احتياجاتهم اللي بتلمسه أو بتلمسه وضارة الفندو اللي بيبقى مختلف شوية للنادي الأهلي. بيغاني بيختلف عن بعض الفرق اللي بتقيم في هذا المكان اللي بامور بتشوفها مختلفة بالنسبة للنادي الأهلي شوية.. النظام والدقة دي أهم حاجة في النادي الأهلي. دائماً من زمان. أنا بتعامل مع النادي الأهلي من 2007 من أيام كابتن جوزي كابتن حساب البادري طبعاً كابتن بطريكا الناس الجميلة دي كلها الدقة والنظام في النادي الأهلي هو زي الساعة. دي أهم حاجة. مستر روي فيتوريا ظهور الفندوق مقر الإقامة وأثنى على المكان وتفقد الملعب من الممكن يكون المكان أحد الأماكن اللي بيركز فيها أن يتبقى معسكر للمتخب المصر بالزبط كده إن شاء الله المعسكر شهر 9 اللي جاي منتخب مصر حيكون هنا إن شاء الله يتأهل لكاس العالم مرة تانية زي ما تأهلنا المرة اللي فاتت كان التأهل من هنا من كينجز رانش فدايما إحنا وشنا حلو على كل الفرق بأولها طبعا النادي الأهلي منتخب مصر جميع الفرق الأخرى فالحمد لله الفندوق أوشه حلو على كل الفرق إن شاء الله يبقى أوشه حلو على الأهلي بكرا مع المصري ومع منتخب مصر في شهر 9 إن شاء الله وإحنا بنتكلم ولتلي معي واحد من كبار مشجيع النادي الأهلي الدكتور محمود طاها اللي بنقوله وحمد الله على السلامة وبالمناسبة هو الدكتور محمود طاها دكتور مصري في الكيمياء مقيم بالنمسا 83 عام في حب النادي الأهلي نقوله ربنا يديك الصحة دكتور محمود خلينا رحب حضرتك على شاشة تقونات النادي الأهلي وده تقريبا أول ظهور لحضرتك على شاشة تقونات النادي الأهلي أولا أنا سعيد جدا أن أكون معكم والأسعد أن أنا أهلاوي أصيل من 72 سنة 72 سنة نقول 70 سنة من عائلة أهلاوية كبيرة أصلي طنطاوي وأنت عارفين أن الطنطاوية كلهم يعني أهلاوية تقريبا والأهلي ده بيتي وبيت عائلتي ومراتي أهلاوية وأولاد أهلاويين كلهم يعني الحمد لله رب العالمين وأن نبارك للأهلي على الشباب الجديد الرائع وأكثر من رائع وأنا يعني كنت بطالب أن الشباب ده يأخذ فرصته عشان يعمل حاجة دكتور شفت إزاي قرار مجلس إدارة النادي لأي بقادر كابتن محمود الخطيف في سنة ناف مباراة الدوري بلعبين الشباب هو ده القرار سليم مية من مية احنا كنت أتمنى أن يكون بدل شوية ولكن الظروف المحيطة بالنادي كلنا نعرفينها مش ضروري نتكلم فيها لأن ده مش مشكلتنا يعني مشكلتنا في النادي الأهلي فقط هو الحمد لله ما فيش مشاكل ولكن إحنا من نفسنا وقفين ظهر النادي الأهلي إذا كنا في النمسا إذا كنا في أمريكا إذا كنا في أي حد بتبع مطشوط الأهلي في النمسا إزاي يا دكتور؟ بتبع عندي أنا النت بشوفها هم ناديين بشوفهم الأهلي وليفر بول عشان خاطر محمد صلاح عايزة راحب بحضرتك وعايزة تقولي إيه لكل لعاب النادي الأهلي ربنا ديك الصحافة دي مشرفون على قناة النادي الأهلي محمود مصطفى مراته وطبعا منشجع الأهلي ويعني ما عندكش فكرة الأهلي بالنسبة لنا إيه يعني عايزة تقولي إيه لعاب النادي الأهلي والله يقول لهم دايما في تقدم بإذن الله ودايما يعني يبصوا لمصلحة النادي ولمجمهور النادي اللي بيحبوكم وربنا إن شاء الله يوفقكم بإذن الله مستمرين معك كابتن إسلام وزي ما جمهور النادي الأهلي بيقول من شيوخك اكتسبنا مجدنا وبشبابك احتفظنا باسمنا معنا أيضا شاب من شباب النادي الأهلي ومحبيين النادي الأهلي خليه في البداية أتعرف بك على شاشة قناة النادي الأهلي أرحب بيك وتعرف بيك أقولي اسمك إيه زياد زياد بقى أقولي زياد تتعرف مين من لعبت النادي الأهلي وبتحبي مين ونفسك تكون زي مين من لعيبة بحب أفشة وعالي معلول وطبعا نفسي يبقى زي رامي ربيع معارف أني عارف أنت بتحب رامي ربيع وبتكلم رامي ربيع دايما وهاني محمد هاني يعني اللعبة كلهم بحبهم عايز تقولي إيه اللعبت النادي الأهلي قبل المطش بتاع بوكرا إن شاء الله أمام المصري وطبعا أبارك لهم على مطش الاتحاد اللي فازوا فيه 3-0 مبروك لفوزهم ويشدوا حيلهم من المطش الجاي بإذن الله عايز أروح لحضراتك ورسالتك اللي تقولي بقى اللعب النادي الأهلي عارفين أني الظروف صعبة أجاء صعبة صعبة لكن قلني في البداية شفت إزاي قرار مجلس أدارة النادي الأهلي وركبت محمود الخطيب بالسنة في مبارات الدوري باللعبين الشباب هو كان قرار لابد منه كان في الوقت المناسب اتأخر شوية أحيانا بس هو كان قرار العلاج الوحيد في الظروف الحالية تمام فكان لازم قرار قوي وصعب وربنا وفق كابتن محمود الخطيب وتحياتي لي إن شاء الله رسالة أو كلمة أولا للكابتن محمود الخطيب أنت حبيبنا كلنا وربنا وفقك وقويك وما تبصش وراء ظهرك خالص وزي ما أنت ماشي ستريت لاين زي الأطريكات التوربيني ولا تشغل بالك شكرا يا أستاذ صمت منه طبعا التوفير للنادي الأهلي إسلام تستميح حبيب كابتن إسلام أعتقد كلام كتير وكلام مهم الشيوخ للنادي الأهلي الكبار اللي احنا استمدنا منهم حب وعشق النادي الأهلي أيضا الأسرة الألوية الجميع بيجمع على أمر واحد هو حب للنادي الأهلي مهما اختلفت الأعمار مهما اختلفت المراحل مهما اختلفت الأماكن بيبقى النادي الأهلي حب في كل وقت وفي كل مكان من جديد تعود الكلمة لكابتن إسلام الشاطر